السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى ان شاء الله تكونوا جميعا بخير وبصحة وبسعادة. ده الانتاج بتاع الجالب يا جماعة بتاع التمساح اللي احنا عملناه خلال الفترة اللي فاتت. جدرت اصب منه زي ما انتم شايفين كده تلات قطع. هنشوف النهاردة بازن الله طريقة الصب اللي احنا صبينا بها القطعة دي. اول خطوة طبعا بننظف الحاضن كويس عشان ما نتأكد ان ما فوش اي حاجة مثلا تعوق سبات لطبجة السيليكون اللي احنا هنحطها وبنبدأ نركب طبجة السيليكون على الحاضن. وطبعا زي ما انتم شايفين التشوق اللي حاصل في طبجة السيليكون ده. للي ما شافش يعني الفيديو اللي فات ده كان العيب اللي لما النصين التسقوا ببعض واحنا قطعناهم بالكتر. للأسف طبعا لو قلت ان الجالب مسلا تمام ما فوش مشكلة حبجة بكذب. لكن طبعا هو صب معايا القطع بصعوبة شوية. فيها بعض المشاكل مش عايزة جود مشاكل كبيرة ولكن اللي هي تنظيف اللحام يعني. ولكن الحمد لله رب عمين هنتجاوزها بان احنا ننظف القطع كويس. وهو درس زي ما انا قلتك اتعلمنا ان الواحد برضو يكون مركز اثناء الشغل ممكن غلطة بسيطة. بتكلفنا يعني تعب كتير. بركب قطع السيليكون زي ما انتم شايفين على كل الاجزاء بتاعت الفايبر. وكده انا جاهز عشان ابدأ اصب. كل مرة انا جماعة ما بعملش الخلطة جدامكم اللي بشتغل بيها. فالمرة ان شاء الله سنصور مع بعض كل خطوة بالتفصيل. يعني زي ما تشايفين كده انا باخد البوليستر من الصفيحة اللي هو جاي فيها زي ما تشايفين كده. حطيت علبة فيها يعني يمكن كيلو مسلا كامل لعبوة والتانية فيها نص. ببدأ احط عليها الكوبلت. بالطريقة اللي تشايفينها ديات من غير ميزان بالنظر تماما يعني انا بحط مسلا بخبرتي في الشغل مسلا اللي انا عارفها. فلما حد بيسألني بيقول لي احط ايه الكوبلت على ايه بولستر عنا ببعرفش اجاوب عشان كده. انا لنفسي ما بشتغلش بموازين. ولا بجرامات ولا بعيار معين يعني. ببدأ اجلب كمية الكوبلت ديت. وكمية الكوبلت دي يا جماعة اللي انا حطيتها على على كمية البوليستر اللي انتوا شايفينها كان ممكن تختلف لو انا بشتغل بالنهار. يعني انا حاليا في الوقت انتم بتشة فيه ده كنت بالليل. لو انا بشتغل في النهار والدنيا حر كان ممكن اجلل الكوبالت شوية عن كده. لو انا بشتغل في الشتاء مش في جو صيف زي اللي احنا فيه كان ممكن اجلل الكوبالت بزيادة اكتر. فالموضوع متعلق بانت هتشتغل في جو ايه? وحتستخدم الحاجة دي في ايه كمان. بعد ما جلبت كويس الكوبالت مع مادة البوليستر ببدأ احط السبداج زي ما انتم شايفين برضو بالحفنة كده برضو من غير ميزان يعني برضو احيانا بيجيني سؤال هو كيلو البوليستر لنحط عليه كم سبداج. انا شخصيا مش بوزن والله. يعني انا بحط زي ما انتم شايفين وبجلب بحط وبجلب لغاية ما بوصل لقوام القوام داي ناسب الشغلانة اللي انا هعملها. يعني ممكن لو انا مسلا حصب بحاجة اصغر وحصبها بطريجة التفريغ مسلا ممكن يكون البوليستر او الخلطة اللي انا بعملها دي تكون سمكتها اجال. اه لو انا حصب بمسلا حاجة اكبر ممكن ازود السمكة بتاعتها اكتر. فالموضوع متعلق بالحاجة اللي هتعملها وحتعملها لايه? وكل حاجة وليها ظروفه. بس عايز اقول ملحوظة ان التجليب باستخدام الشنيور هنا مهم جدا يعني التجليب اليدوي متعب وما بيديش نتائج كويسة. لكن لما بتجلب بشنيور كده زي ما انتم شايفين الخامة اختلطت دعوضها كويس جدا. واصبحت نعمة جدا يعني يا دوب مسلا ممكن بسيبها اجل من نص ساعة وارجع اديها تجليب مرة تانية بتكون تمام الدنيا ما فاش اي مشكلة. باخد كمية يعني يا دوب كوباية صغيرة زي ما تشايفين. حبدأ احط عليها المصلب بنفس الطريقة بتاعت الكوبلت. انا تكتسب من غلطاتك دي خبرات وحتبجى فاهم بعد كده انت مسلا بتشتغل ازاي ومش معنى ان انا بقول لك هتغلط يعني هتغلط ما انت ممكن من اول مرة تزبط معاك الدنيا. بس اقصد ان احنا دايما بنتعلم بالممارسة يعني لما بنعمل حاجة مرة واثنين وثلاثة بنعرفها يعني. بجلب المصلب كويس على الكمية ديت. وحبدأ اشتغل واعمل ضبجة على الجالب السيليكون بالكامل. طبعا يا جماعة اللي حابب بيشوف طريجة عمل الجالب ده من البداية للنهاية. وكمان طريجة عمل التمساح نفسه. ازاي نحطناها وعملناها من البداية برضو. من اول خطوة في عمل الجبس. ممكن ان شاء الله يبص على البطائجة اللي حتظهر اعلى الفيديو حالا. هتودي الفيديو وكل فيديو حيوديه للفيديو اللي جابني منه. لغاية ما يكون مسلا شاف كل الفيديوهات المتعلقة بالمشروع بتاع التمساح ده لغاية هذا الفيديو اللي احنا فيه. ان شاء الله ربنا يكرم يعني بازن الله حيفضل لنا فيديو واحد بس ان احنا هننضف فيه التمساح من من الروايش اللي فيه القطع اللي عملناها يعني. وننضف كويس ونصنفره وندهنه ونشوف شكل التمساح ده بعد تشطيب النهائي هيكون شكله عامل ازاي. وبكده ان شاء الله يعني بالفيديو اللي بعد كده ده. ان انا بتكلم عنه. يكون مشروع التمساح ده انتهى تماما حمد لله رب العالمين. وحنشوف بعد كده حنشتغل في ايه ديوه. طبعا بفكركم برضو يا جماعة وانتو بتشوفونا كده جبل ما تملوا يعني. آآ اللي بشوفنا الاول مرة ومش مشترك في القناة يا ريت يسعدنا باشتراكوا في القناة. واصدقاءنا المشتركين الدائمين ان شاء الله ما ينسوش يدعمونا بتعليد طيب منهم. اعملونا اعجاب للفيديو. آآ الحاجات دايما بتشجعنا وبتخلينا نستمر ان شاء الله. طبعا انا زي ما عملت النص الاول بتاع التمساح او بتاع الجالب. انا برضو حاطط اللجمة بتاعت الفك او الفم زي ما انتم شايفين قدامي. فانا بعمل النص العلوي بتاعها. استرالها معا مع نص الجالب الاول. هبدأ اجهز ألياف الفيبر زي ما تشايفين بقى بتطحها. انا ليه صورتلكم الجزء ده. عايز اقول لك ان في بعض الحاجات وانحنا بنشتغلها. لازم يكون الشغل بتاعك مُحدد ومنتظم. يعني في الشغل ده لازم يكون معاك مغص عشان كل قطعة انت بتحطها فين؟ بنغطي طبعا الشكل كله تماما ودي مرحلة بتكون عايزة شوية صبر ومش عايزة جوله شوية دقة يعني ولكن كل ما حتكون انت منظم في وضع الالياف على الشكل كل ما ده حيرياحك لما تكفي الجزءين على بعض طبعا الحاجات اللي فيها تفاصيل دي جماعة زي الصوابع والايدين واللفات مثلا او الانحناءات اللي في الشكل دي برضو بتمثل صعوبة اثناء وضع الالياف لكن زي ما انا بقول لكم كده لو استخدمنا المجص في ان احنا نجص كل حتة حسب المكان اللي هتحط فيه الامور هتمشي ان شاء الله تمام ومش هيكون في مشكلة زي ما انتم شايفين كده انا غطيت الشكل بالكامل وما فيش زيادات طلع برا ولا حاجة والحمد للرب يعلمين النتيجة كويسة من الكيلو البوليستر اللي انا كنت احطه في العبوة التانية اللي انا محطتش عليه سبيداج ده كان عليه طبعا كوبالت بس جلبت الكوبالت وخدت منه كمية في الكوبان تشايفين هدية وحطت عليها كمية من المصلب وابدأ اشرب بيها او ادج بيها الياف الفايبر زي ما انتم شايفين دي طريقة طبعا احنا عارفينها للناس اللي بتشتغل في نفس المجال يعني ومفهاش تفاصيل سهلة انت بس بتشرب الالياف كويس باستخدام البوليستر ده والالياف مجرد ما تشرب البوليستر هتلاقيها بترتاح في مكانها ان شاء الله انت بس ما عليك غير انك انت تفضل تدج بالفرشة كده عشان قدر الامكان ما تخليش فيه فقعاتها وتبجى تحت الالياف وتتأكد تماما ان كل الالياف شربت البوليستر او وصل لها بوليستر لان ده هو اللي هيخلي الالياف تمسك من غيره البوليستر هاش والالياف هاشة يعني كل حد فيهم بدون الثاني بلا قيمة يعني لما هم يكونوا مع بعض كده سيختلطوا ببعض حيضوا القوة لكن البوليستر الواحده هاشة وضعيف والالياف لوحدها هاشة وضعيفة طبعا وكمان اللجمة بتاعت الفم دي جماعة برضو انا حطت لها الالياف عشان اضمن تماما سلامتها رغم ان الجزء اللي انا بحط في الالياف ده الجزء الداخلي للفم يعني حتى لو انا محطتش فيه حيكون مش عرضة انه يتكسر بشكل سهل ولكن برضو انا فضلت انه يعني نحط له الالياف عشان نضمن القوة برضو نفس اللي انا عملته في الجزء الاول بتاع الجالب هو هو نفس اللي هعمله في الجزء التاني هاخد كمية من البوليستر العليسي بيداج اللي انا عملته حط عليها المصلب وهعمل طبجة زي ما هم شايفين الطبجة دي فايديتها ايه؟ بتخلي شكل القطعة من الداخل يطلع نظيف بعد ما بحط الالياف طبعا الحاجة التانية لما ببدأ احط الالياف بتساعدني في ان الالياف نفسها تلتصق على القطعة يعني لما انا بحط الالياف كده بتثبت لان البوليستر بيكون لسه يدوب يعني بدأ بالجفاف فبيقدر يمسك الالياف اللي انا بعملها دي او اللي انا بحطها بالشكل وبرضو بعمل النص التاني من الفم برضو يا جماعة وبنفس الطريقة بشرب الالياف كلها باستخدام البوليستر برضو طيب انا اللي عملته ده كله يا جماعة يعني ايه الهدف منه؟ ليه انا ما جفلتش النصين وصبيت في الجالب بنفس الطريقة بتاعة الصب العادي اللي احنا بنستخدمه اللي هو مثلا صب التفريغ يعني انا احط بوليستر واجلب القطعة وكده لان في الحالة دي يا جماعة في الحالة اللي انا بعملها دي انا بضمن ان التمساح ده او المنتج اللي هيطلع غير قابل للكسر يعني مش هيتكسر بسهولة على اقل يعني فما فيش حاجة مش قابلة للكسر ولكن اقصد الالياف دي هتخلي ان التمساح ده يتكسر شيء صعب يعني مش سهل لكن لو انا صبيت بطريقة التفريغ العادية ان انا احط بوليستر فقط داخل الجالب واجلب كده فده معناه ان اي خطة للتمساح ولو بسيطة ده معناه انه هيتكسر اكيد مفيش كلام يعني فالمجهود اللي انا بعمله ده والتعب اللي انا بعمله فيه مقابله ان انا هاخد قطعة صلبة وقوية بعد ما عملت طبعا الاجزاء زي ما بشايفين كده بنضف اي حاجة جاية على الاطراف بتاعت الجالب من برا بشيل اي زيادات انا بحاول طبعا قدر الامكان وانا شغال ما خليش فيه زيادات ولكن لو نفترض ان فيه حاجة كده جات على الحفة كده لا لازم اشيلها عشان لما اجفل الجزئين في بعض قدر الامكان ما يبقاش فيه لحام كبير طبعا هو الجالب ده اصلا فيه مشكلة ان زي ما احنا قلنا كده في الفيديو اللي فات موضوع الالتصاق ده واللي خلانا جطعناه هو اصلا الجالب ده اللحام بتاعه مش كويس فانا كمان مش عايز يبقى فيه حاجة لحامها او فيه حاجة تسبب في ان اللحام يكون اسوأ يعني بركب زي ما انتو شايفين اللجمة بتاعت الفم ولو تفتكروا لما كنت بعمل الجالب قلت السقوب اللي انا بعملها بالشونيور ديت في القطع مع بعضها مهمة جدا 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 عشان اللي انتو شايفينه ده انا من غير السقوب ده يا جماعة كان ممكن المشكلة اللي حصلت في الجالب ديت تخليني ارمي الجالب خالص معرفش استخدمه لان السقوب دي بالنسبة لي هي الدلايل اللي بخلياني متأكد ان النصين جساد بعض قدر الامكان يعني اه هو بيكون في اختلاف ولكن السقوب دي بتضمن لي على الاقل ان جزئين الحاضن في مكانهم مزبوط بعد ما ركبت اللجمة بتاعت الفم على النص الاول ببدأ اركب النص التاني زي ما شفته كده وتأكد تماما انه في مكانه طبعا لو ما كانتش المشكلة اللي احنا اتكلمنا عنها حصلت كنت مجرد ما بتحط النصين على بعض العلامات اللي احنا بنعملها او المفاتيح بنسميها مثلا في السيليكون بتضمن لنا على طول اول ما بحط السيليكون بنضمن تماما ان النصين السيليكون فوق بعض لكن المشكلة اللي حصلت في الجالب ديت وان احنا طرينا ان احنا نقص كده بالقطر ده مخلينا برضو عندنا شك دايما ان النصين مش فوق بعض تماما لكن استخدامنا المسامير مخلينا قدر الامكان زي ما انا قلت كده ان احنا نكون ضمنين ان شاء الله السلامة بقدر الامكان بعد ما جفلت كده بارفع الجالب يكون بشكل رأسي بالشكل ما شايفينه وحبدأ استخدم الكمية اللي فضلة من العيين اللي انا عملته اللي عليه سيبدال وحط عليه مصلب مرة واحدة كمية اللي فضلة نصف كيلو مثلا وببدأ افراغها داخل الجالب بالشكل ده واللي شافنا واحنا بنعمل الجالب يفتكر ان احنا ليه عملنا الفتحة اللي تحت ديت انا ساعتها قلتلكم دي عشان نعبي منها البوليستر واحنا بنصد بعد ما فضينا الكمية ببدأ امسك القطعة واجلبها وكأني حصب قطعة بطريقة التفريق يعني انا كأني هنا بعمل طبقة داخلية على الالياف اللي انا عملتها وعلى اللحام اللي في الجامب وعلى شكل التمساح كله من الداخل كأني بعمل طبقة من البوليستر تمسك كل القطعة مع بعضها وتأملي مثلا طبقة كافية من السماكة يعني للجالب تمام طبعا اللي انتو شايفينه ده انا كررته اربع مرات يعني مثلا كل مرة بنص كيلو يعني تجريبا كده اتنين كيلو من الخليط اللي احنا عاملينه من البوليستر ومن السبيداج الاتنين كيلو الخليط دول ممكن نقول مثلا ان هم كيلو بوليستر ولو نفترض ان احنا في البداية يعني استخدمنا نص كيلو بوليستر اللي هي عشان الطبقة الاولى وطبقة الالياف ممكن يعني كده بيتمساح على بعضه واخد مثلا كيلو نص بوليستر او مثلا حتى لو جلنا اتنين كيلو مثلا بالاضافة للاضافات التانية طبعا بعد ما عملت التجليب اللي انا عملته ده كله الموضوع مش مطلوب ان انا اسيبه ينشف فترة يعني ممكن بعدها بنص ساعة ابدأ افك زي ما انكم شايفينه هسمي الله كده يا جماعة وببدأ افك الجالب زي ما انكم شايفينه طبعا فك الجالب سهل والجالب عشان انه ثلاث قطع الموضوع بسيط ولولا الغلطة اللي حصلت في الجالب كان الجالب ده حيكون جالب ممتاز مفيش اي مشكلة فيه ولكن زي ما قلت المرة الفاتل برضو قدر الله ومشاء افعل والحمد الله رب عامين احنا قدرنا نستخدم الجالب اهو نطلع منه ثلاث قطع وكمان نقدر طلع منه عشرات القطع يعني هي المشكلة كلها فان بس كل قطع هتطلع من الجالب هتكون محتاجة بعض التنظيف زي ما انتو هتشوفوا كده معانا ان شاء الله في اللحم بتاح لان طبعا النصين مش جافلين مع بعض مظبوط في مكانهم بالملة يعني ولذلك بيطلع زي ما انتو شايفين كده اللحام مش عايز اقول مشوه هو يعني لحام ولكن اللحام كبير شوية بنفك النص الثاني من الجالب جماعة وبيطلع معانا برضو بنفس السهولة ودي ميزة الجوالب السيليكون في الشغل اللي زي ده يعني كان في البداية البشمانتس اشرف وانا بتناقش معاه يعني ان ممكن نعمل جالب زي ده مثلا كله من الفايبر جلاس ما نعملش سيليكون ابدا اه ممكن هيكون بعدد لجم اكتر او بعدد اجزاء اكتر ونقدر نطلع الجالب ولكن هيكون صعوبته في الحل مش سهلة يعني مش هيطلع معايا بكل السهولة زي ما انتم شايفين يا ريت تقولولي رأيكم يعني قلولي مثلا هل الجالب كده تمام كويس ولا هل مثلا كان ممكن يتعامل بطريقة افضل من كده ايه العيوب اللي انتم شايفينها في العمل اللي احنا عملناه ده كله هل مثلا فيه ملاحظات يعني انا شخص جماعة بحب المشاركة المشاركة مش بزعل ابدا من النقد يعني مثلا تعالى لو في اي مشكلة انت شايف ان انا عملتها حاجة غلط مش مزبوطة لو الشكل كان مفروض يتجسم بطريقة افضل من كده يعني اي ملحوظة يا جماعة اللي شايف اي ملحوظة ممكن يشاركني بيها رأيه وانا يعني هكون سعيد واسمعوا كده يا جماعة معايا الصوت اللي انا عايزكم تسمعوه هو صوت الخبط ده يعني الخبط ده برضو انا بخبط اه بحرص ولكن برضو الخبط مش بولايا يعني ده لو مش معمول بالياف كان ممكن خبطة زي ديه تكسر مثلا قدم او تكسر الديل او تكسر الفم يعني اقصد طريجة العمل الصعبة اللي احنا اشتغلنا بيها هي اللي بتضمن لنا ان التمساح ده او القطعة يعني ايا كانت هي ايه تطلع قطعة صلبة وقوية وتستحمل الصدمات ومجلكش عليها والحمد لله زي ما قلت لكم قدرت احصل منه على 3 قطع اللي انا عايزهم ان شاء الله اتمنى تكون طريقة العمل عجبتكم اتمنى ما تنسوش تعملونا اعجاب للفيديو تشتركوا في القناة لو مش مشتركين وتسيبونا تعليق ضيب منكم ان شاء الله يدعمنا وتنتظرونا في الفيديوهات القادمة ان شاء الله والاهم من ده كله طبعا انكم ما تنسوش تدعونا بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته